حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بكيري بن عطاء الليثي قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر دليا يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فأتاه ناس من أهل النجد فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج حج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمعا تم حجه أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثمع عليه ومن تأخر فلا إثمع عليه ثم أرضف خلفه فجعل ينادي بهن